14 و 44 دقيقة مازال تقريبا 4 ساعة في موجة صباح لليومة نختموها بطبيعة بدورتنا اليومية على أهم الأخبار الفيديو والصور اللي تم تدولها على مواقع التواصل الاجتماعي توتسويت في تبع شرها تبع الجرها باش نبديه اليوم بالفيديو الفيديو للبروفيسور المثير للجدل دائما بتصريحاته منذ انتشار وباء الكورونا في العالم أما البروفيسور الفرنسي ديدي راولت ديدي راولت اللي حكي وتحدث في مداخلة على قناة سينيوز يقول أنه ولا يتهم ويوجه أصابع الاتهام إلى التوانسا والجزائريين بالتسبب في عودة فيروس الكورونا إلى فرنسا وظهور موجة ثانية أقوى حتى من الموجة الأولى لتعرض طلها فرنسا ونذكروا أنه تقريبا أمس وإلا وليمس تم تسجيل عشرة لافن إصابة فقط في فرنسا في يوم واحد دونك التصريح متاعه وإلا اللقاء الإعلامي هذية اللي توا من خلال الباش فيسبوك متاعنا تنجم وتلقاوا الفيديو في المباشر تلقاوا اللقاء الصحفي هذية وإلا الحوار هذية لأجراه مع أحدى القنوات أحكي على تطور فيروس الكورونا في فرنسا وفي العالم وقال إنه الموجة الثانية اللي ضربت فرنسا حاليا جاءت بفعل أشخاص يحملوا نسخة متحولة من الفيروس وجاءوا من الجزائر وتونس إلى مارسيليا في شهر جويلية الماضية على متن قوارب قال إنه الفيروس هذية انتشر بقوة في مارسيليا مرة أخرى بسبب حافلات زادة أزيفاف عند الغجر والجالية اليهودية وفي سياق متصل أعتبر أكبر المدافعين عنه وكان الدكتور هذية كان من أكثر البروفيسور هذية كان من أكثر المدافعين على دواء الكلوروكين ولا الهيدروكلوروكين اللي كان الدواء هذية محل جدل كبير في فرنسا وكان رفضينه برشا كان هو مشجع على الدواء هذية واستعماله يقول إنه في الجزائر زادة كيف قاعدة حاليا تجرى اختبارات كبيرة وارتفاع نسقة إجراء الاختبارات في الجزائر حتى بأعداد تفوق بارشا فرنسا ولكن رغم هذا الكل ثم حالات إصابة قاعدة يتم تسجيلها بفيروس الكورونا للجزائريين يجيوا إلى فرنسا واليوم يوجه أصابع الاتهام إلى كل مناء التوانسا والجزائريين والمغاربة عامة في انتشار وباء الكورونا مرة أخرى في فرنسا وهو مرة أخرى تصريح وإلا حوار مثير للجدل وأثار زادة كيف ردود أفعال متبينة خاصة في تونس ومن قبل التوانسا ومن قبل الجزائريين ثم يقول إنه معنا تصريحه وإلا اتهاماته صريحة جدا وصحيحة لأنه عدم احترام البروتوكول الصحي صار حتى وتسبب حتى في انتشار الوباء في تونس منذ فتح الحدود وثم قال إنه فيها مبالغة ربما وفيها بعض الميز العنصري للجالية التونسية والجزائرية الموجودة في فرنسا ولكن يبقى دائما هذا البروفيسور مثير للجدل بتصريحاته وكلامه وأراءه ومواقفه نمشي إلى الفيديو الثاني الحقيقة نتفرج عليها تفرج عليه اليوم الفيديو هذية اصدمني الحقيقة الفيديو هذية احنا نحكي عليه بكل احترازي أنه يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي لكن حاولت باش نعرف منين بالضبط الفيديو هذية يجي وفين صارت الحادثة هذي بالضبط لأن الفيديو تم تدوله على أنه اعتداء من قبل ولي وولية لتلميذة زميلة بنتهم قدام المعهد الاعتداء هذية معناها يشدينها البناية هذية وتلميذة هذية من شعرها يكاركرو فيها وضربوا اعتداء لفظي وجسدي لأنه الفيديو زاد فيه كلام بذيء وكلام غير أخلاقي صار قدام معهد من قبل الولي والولية الأم والأم والبو والاعتداء هذية كما قلنا صار على تلميذة ظاهرة لابسة طبلية يعني يبدو أنه صارت مناوشات بين التلميذة هذية وبين بنتهم هذي كعلاش جاوا لقدام الليسي يبدو أنه وخذوا كما نقوله حق بنتهم ببيديهم الفيديو هذي كما قلنا تم تدوله برشا وقاعدين توا يدور على مواقع التواصل الاجتماعي لكن للأسف ما نجمناش نحدو بالضبط منين المعادة هذية باش نعرفوا معاش كون نتصلوا ولا ناخدوا توضيح ولا ناخدوا شنو اللي صار بالضبط وهل تم اتخاذ إجراءات ضد الولي والولية هذي لأنه الاعتداء واضح وبين كسوا كما قلنا جسدي وإلا زاد كيف كيف لفظي نمشيو إلى الأخبار الموالي اليوم تحكي فيه زادة برشا وتم تداوله بخصوص الأجر اليوم متاع الوليات في تونس خلينا نقرار لكم بالضبط شنو اصدر مؤخرا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية متعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للوليات هذي الشهيري متاع الوليات شنو وفاها حسب الفصل الثاني من الأمر الحكومي يشتمل أو التأجير الشهري للوليات على العناصر التالية شدوا عنكم مرتب أساسي مقداره 1300 دينار منحة تمثيلية مقدارها 1050 دينار منحة المسئولية مقدارها 1250 دينار منحة استرجاع المصاريف منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسئولية مقدارها 1780 دينار يقولك زادا يخضع هذا التأجير للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة يمكن للوليات الذين يتمتعون في إداراتهم الأصلية تأجير جملي صافية فوق تأجير الصافي المخول للوليات أن يحافظوا على هذا الأجر الجملي الصافي بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية حسب الفصل الثالث من الأمل غير أنه في جميع الحالات لا يمكن جمع بين التأجير المتأتي من الإدارة الأصلية وتأجير الوليات كما تأخذ بعين الاعتبار المنح التي يرتبط استنادها بالمباشرة الفعلية في الإدارة الأصلية في حالة المحافظة على التأجير الأصلي كما نص الفصل ذاته على أن الدولة تدفع المساهمات في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وتحتسب هذه المبالغ على أساس المرتب الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاد غير المبالغ ذوما الكل فينص على أن الولي يتمتع بمنحة جملية للتنقل بمقدار خمسين دينار في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج حدود الولاية وفق إذن بمأمورية معناه الولي وقت اللي يتنقل في مأمورية خارج حدود الولاية اللي هو فيها يأخوا عليها خمسين دينار كثروا من التنقلات باش تكثروا من الخمسين دينار كل يوم خمسين دينار كما ينتفع الولاية بالامتيازات التالية شدوا عندكم مسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا وتحمل على ميزانية الدولة المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات اللي يقتضيها المسكن هذية بعد أخذ ترخيص مسبق من وزير الداخلية كما تحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافقة التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطها بقرار من رئيس الحكومة وفي حالة عدم الانتفاع الولي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر بخمسمائة ديناء إذا ما عطوهش مسكن يعطيه فلوس وتحمل زادة كيف كيف على ميزانية الدولة مصاريف المرافقة تابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطها بقرار من رئيس الحكومة كيف كيف يوضع على ذمة الولي عونان يكلفان بشؤون المسكن مع سيارتان وسائقاء كما ينتفع بحصص وقود تقدر بخمسمائة لتر في الشر وتقدر الامتيازات العينية المذكورة أعلىها المسندة للولي بما في ذلك المسكن الوظيفي أو منحة السكن بستمائة دينار وتكون خاضعة للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المسامة في نظام التقاعد الحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة ويواصل الوالي التمتع بأحكام هذا الأمر الحكومي خلال ثلاثة أشهر الموالية لانتهام مهامه بعد ثلاثة أشهر من انتهام مهامه هذوما يقعدوا الامتيازات متواصلين مهما كانت المدة المقضات في خطة الوالي يقعدش نهار يتمتع بالامتيازات هذية ويقعد حتى بعد ما يخرج يقعد نهار بركة ويلي بعد ما يخرج ثلاثة أشهر يتمتع بالامتيازات هذوما دونك تجمعوهم لكل كل فلوس صافي يجيوا تقريبا في زون متع خمسة ملايين ستة ملايين غير الامتيازات متع السكن وشكون اللي يتلهيلوا بالسكن ويتلهيلوا بالصغيرات وزو الصيق وزو الزكراهب مصاريف كيف من هذية في وضع تعيشوا اليومة تونس معناش تجهيزات داخل المستشفيات ولا السر لانعاش المرضى شنو يتسمى هذية الامتيازات هذي شنو تتسمى أنا ما نحبش نزيد نعلق أكثر من هكا بش ميقولوش الصحفية معناها غير محايدة ولكن كنشوف أرقام كيف من هكا في وضع اقتصادي تعيشوا تونس وفي أزمة قاعدين عبادة تموت ماهيش لاقيا السرة انعاش وأطباء وإطارات شبه طبية ماهيش لاقيا التجهيزات باش تحميها وتكمل الداوي المرضى ونشوفوا المنح هذي لكلها والمبالغ هذي لكلها والامتيازات هذي لكلها لالولات فما بالك عادة بالوزارة وبالمسؤولين الكبار أنا نقول هذي لكله فاش قام زوز سيارات وحفاش قام زوز شوفرة والامتيازات هذي علاش الوالي وقت اللي يخرج من الولاية متاعو ياخو خمسين دينار ما نعرش علاش إذا كانت هذي في إطار المهمة متاعو دونك ثم برشة أرقام لهنا الحقيقة غريبة وعجيبة وماهيش في بلاسة باش مقولوش أكثر من هكا خاليول التوينسة اللي قاعدين دي جاهو متوا يعلقوا على الأرقام هذيه والمبالغ هذيه وقاعدين يعطيوا فراههم على الموضوع هذيه طاوغودوا نحاولوا يانو الخبار مازال معناها جديد وفرشك ومازالوا التوينسة كي بدأوا يحكيوا فيه طاوغودوا نحاولوا ناخذوا التعليقات واللكومنتير اللي يهبطوا على الباش فيسبوك باش نعرفوا شنو قالوا التوينسة على الأرقام والمنح هذيه في ظل الوضع اللي تعيشوا تونس دونك نخط مزادة كيف كيف بالخبار الأخير اللي أعلنتوا النائبة بمجلس نوب الشعب السامية عبو أعلنت على شفاءها هي وزوجها محمد عبو من الإصابة بفيروس كورن المستجد وكان مؤخرا تم الأعلان على إصابتهم الزوز بالفيروس في تدويننا على الفيسبوك قالت أنه نتائج التحليل الثاني اللي تم إجراءه على زوز عينات ترفعت منهم بينت شفاءهم من الفيروس هذي نقول للمحمد الله على سلامتكم إن شاء الله يشفي زدى بقية المصابين ويرجحهم إلى عائلاتهم سالمين غانمين يا ربي كانت هذه أخبار تبع الشرق اليوم تبع الجرق بانك بخبار تبع الجرق نحن نكون وصلنا لنيهاية موجة صباح